ثمن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية الحكيمة للأنشطة الثقافية للدولة والذي أكدته الفعاليات التي صاحبت الاحتفال بالكويت عاصمة الثقافة الإسلامية طوال عام 2016 قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان صباح السالم لحمود الصباح إن رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لاختتام أنشطة وفعاليات احتفالية الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2016 يؤكد إيمان القيادة العليا بأهمية دور الثقافة ورسالتها في تطوير الفكر المجتمعي وضمان تقدمه واستقراره وأشار إلى أن هذا العام كان بمثابة عرص ثقافي دولي على أرض الكويت ترك أثرا واضحا في سجل عواصم الثقافة الإسلامية وأشار إلى أن الأنشطة أكدت هوية الثقافة العربية والإسلامية بتراثها وحاضرها ورؤيتها المستقبلية ببعدها الإنساني في تعزيز تواصل حوار الحضارات والثقافات وذكر أن احتفالية الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2016 لم تقتصر على الأنشطة والفعاليات التي تعدت ثمانمائة فعالية نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فحسب بل تضمنت احتفالا بافتتاح العديد من الإنجازات والمشاريع الثقافية في الكويت وبين أن افتتاح تلك المشاريع يأتي ضمن استراتيجية ثقافية طموحة تعمل الحكومة على تنفيذها وكان أحدثها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي يعد لؤلؤة المشاريع الثقافية بمنطقة الشرق الأوسط قدمته الكويت هدية ثقافية للعالم لتعزيز حوار الحضارات والثقافات والأديان إضافة إلى قرب افتتاح مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي وأكد أن تكريم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أيسيسكو للمشرف العام لدار الآثار الإسلامية الشيخ حصة صباح السالم الصباح يمثل تكريما للثقافة الكويتية والإسلامية